بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا معلمتنا أحبة الكرام كنت أستمع إلى شاب وهو يقرأ في كتاب الله عز وجل فأحببت هذه القراءة وانشغلت بحفظ القرآن الكريم ومريت في ذلك وإذا بي أستمع إلى شاب وهو يقرأ لنا أحاديث نبي صلى الله عليه وسلم ثم يعلق على هذا الحديث الصحيح وآخر الضعيف وآخر الموضوع ويتكلم في الرجال وعن الرجال فأحببت كذلك هذا الفن وانشغلت بحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وذات يوم حضرت إلى محاضرة وإذا بالشيخ يتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن أسرار هذه السيرة النبوية ويأخذ منها الحكم فأحببت السيرة فانطلقت بها وذات يوم وأنا أستمع إلى رجل وهو يتكلم عن التاريخ ويتكلم عن الحضارات الأمويون والعباسيون والعثمانيون والحكام وما لهم وما عليهم وما أجمل الحديث في التاريخ فانشغلت بقراءة التاريخ ومررت ذات يوم برجل وهو يؤول الرؤى والأحلام ويأتي بمفاتيح الكلام وأسرار الكلمات فأعجبني هذا الفن فانشغلت كذلك بتأويل الرؤى والأحلام وإذا بي أستمع إلى حكمة تقول من انقطع لشيء أجاده من انقطع لشيء أجاده فتحدثت مع نفسي أنني لم أنقطع إلى علم من العلوم وبالتالي لم أتعلم شيئا دعونا نتعلم اليوم من فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ترى أنا ما تعلم شيء مريت عليها مرور الكرام وما تعلم شيء إن شاء الله تعلمت كل شيء إن شاء الله إن شاء الله تعالى وأخذت من كل بستان الزهرة بإذن الله تعالى دكتور دعنا نبدأ بمسألة العزيمة خاصة وأنا أتكلم اليوم أقصد فيه الشباب عزائم الشباب ينطلق ويريد ولو طرحنا سؤالا على المشاهدين الآن من منا لا يريد أن يحفظ القرآن الكريم ستجد مئة في المئة من الناس يريدون وكذلك الحديث وكذلك سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولكن ما أن ينطلق يتوقف ويتراجع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركاته محمد أشكر دولة قطر وتلفزيونها على هذه الدعوة نتشرف أشكرك أبا خالد على هذه الدعوة لها البرنامج هذا الماتع إن شاء الله تعالى أما بالنسبة لتعلم الإنسان أو طلبه للعلم كون الإنسان يطلب العلم هذه نعمة نعم كونه يحب العلم نعمة عظيمة جدا من الله تبارك وتعالى سواء إن شغل بعلم القرآن أو علم السنة أو علم الفقه أو علم العقيدة أو علم التاريخ أو علم الأصول أو التفسير أي أن كان من هذه العلوم جميل فهو على خير عظيم نعم هو بين قال الله وقال الرسول يا السلام نعم فلذلك لا يحزن الإنسان كونه ركز على هذا أو هذا لكن ضروري جدا أن يكون طالب العلم يعني عنده إطلالة على جميع علوم الشريعة جميل ثم بعد ذلك يركزوا على فن على أحد هذه العلوم على فن من الفنون كما تفضلتم ويبدع فيه ويكثر من القراءة فيه وكذا نعم لكن ضروري جدا أن تكون له إطلالة نعم لا يصلح بطالب العلم يكون طالب يحدث مثلا ولا يعرف شيء عن الفقه أو لا يعرف شيء عن العقيدة أو التفسير أو التاريخ أو كذا لكنه يطلع على هذه الطلاحات ثم يبدع أو يكمل مسيرته أو يهتم أكثر في علم من العلوم هذا أمر مطلوب جدا نعم فقضيتك التي طرحتها نعم في البداية ممتعة ويقع فيها الكثيرون لكن لا أرى فيها غضاضة نعم بل أرى أنك توجهت توجها صحيحا جزاك الله خير فأخذت زهرة من كتاب الله تبارك زهرة من السنة وزهرة من العقيدة وزهرة من التاريخ وزهرة من السيرة ثم الآن لك أن تركز جميل على علم ترى نفسك فيه جميل فستبدع فيه إن شاء الله تعالى نعم دكتور المسألة العزيمة الآن ينطلق الشاب ولكن نفسه قصير من الذي يقوي هذه العزائم عندما نسمع عن العظماء كيف سطروا وكيف كتبوا في أزمنة يعني يصعب فيه أن توجد قلم كهذا أو استحالة أو ورق كهذا ومع ذلك كتبوا واليوم أنا لا أستطيع أن أقرأ فقط ما كتبوا صحيح هم يقول الحاجة تؤموا الاختراع نعم فالإنسان إذا كان محتاجا لشيء يعني بذل فيه والعزائم هذه هي موهبة وفضل من الله تبارك وتعالى أن يعطي الإنسان العزيمة على أمر فالموفق هو التي تكون عزيمته فيما يرضي الله تبارك وتعالى وينفعه فيما يستقبل من الزمان سواء في الدنيا أو في الآخرة فإذا كانت لكل شيء شيرة الله فهذه الشيرة وهي العزيمة أو الانطلاقة أو الاهتمام أو الهم الذي يحمله هذا الإنسان فإذا استثمرها استثمارا صحيحا رجعت عليه بخيرا عظيم وإحيانا العزائم تسطل وإحيانا توهب من الله تبارك وتعالى وإحيانا إنسان يوجدها يوجدها فلابد أن تكون للإنسان أهداف وهذه الأهداف لا أخفى عليكم أنها ثلاثة أنواع أهداف قريبة أهداف متوسطة أهداف بعيدة ويركد على الهدف البعيد أنه سيصل إليه لكن عن طريق الأهداف متوسطة وكذا المتوسطة سيصل إليه عن طريق الأهداف القريبة الصغيرة فيبدأ بمشواره والمشوار طويل ولن ينتهي إلا بموت الإنسان وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم وضع مربعا وخطا طيب ثم قال هذا الخط هو الأمل نعم ثم وضع هذا المربع الذي يقطع الخط فقال وهذا الأجل فالإنسان يموت وآماله طويلة لم تنتهي بعد لكن هذا ليس شيئا سيئا لكن أهم شيء أن تكون الأمال في الطريق الصحيح هذا أهم شيء وذا قيل لأحد السلف قيله ما أبعد شيء قال الأمل سبحان الله قال وما أقرب شيء قال الأجل سبحان الله قال وما أرجى شيء قال العمل الله عندك أجل وعمل وأمل الأمل لا يتوقف والإنسان كلما أخذ شيء رغب فيما بعده وهذا أمر صحي أمر العزيز يقول كنت أرجو الإمارة نفس تواقة تواقة نعم طيب يقول أرجو الإمارة وأتوق إليها يقول فلما نلتها توقت إلى الخلافة سبحان الله فنلتها والآن نفسي تتوق إلى الجنة الله يعني لما استلم الخلافة الناس عندما يستلمون لا نتكلم عن أمير دولة ملك دولة نعم رئيس دولة لا خلافة الله خلافة دولة الأموية التي يعني بلغت الشرق والقرب نعم طيب نال الخلافة زهد بها سبحان الله زهد بها بكل ما في الكلمة معنا لأن النفسه اشتاقت وتاقت إلى ما هو أبن الله إلى الجنة الله وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام وهذا شيء جميل أن تكون النفوس كبارا وينبغي أن تكون كذلك هند بنت عتبة لما كان ولدها معاوية رضي الله عنه كان يلعب مع الصبية وكان قائدا في صغره الصبية يقودهم أفعل كذا أنت لا تفعل كذا ويسمعون كلامه طبعا هلناس قيادهم قيادهم في الفطرة فرآه رجل وهي تسمعه فقال هذا إن كبر ساد قومه يقول عن معاوية إذا كبر عن عاش ساد قومه ماذا قالت أنت؟ قالت وأته إن لم يسد إلا قومه لا إله إلا الله طموح ساد العرب العجل صار خليفة للمسلمين أو شيء خليفة أو أميرا على الشام عشرين سنة ثم خليفة عاما للمسلمين أيضا عشرين سنة الله أكبر الله أكبر همم عالية همم عالية دكتورة تكلمنا عن وسائل يعني تقوي هذه العزائم سوء أن أخذناها من الأب والأم من المعلم من إمام المسجد الذي يلتقي يوميا مرات ومرات بالمصلين وأبناء المصلين أنا أتصور أعظمها الشخص نفسه أن يكون الشخص نفسه ذاهمة جميل هو هو ذاهمة يعني هو يريد ويمكن أن تسقل ممكن أن تغرس في هذه الهمة يذكر تحرك ذاتي يعني أحسنت ذاتي وأيضا من الخارج ممكن يجدونها فيه يعني عندما تأتي لإنسان مثلا عايش حياة تافهة يأكل ويشرب وينام ويحص المال وكذا ويربي بس حياة يعني روتينية كما يقولون كذا فيأتي أحد يقول ما لهذا خلقت الله كلمة عظيمة ما لهذا خلقت فحي على جناتي عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم يعني عندما تأتي مثل هذه الكلمات أو هذه الأحداث توجد فيه الطموح ما كان ذاهم يعني أمره القيس أمره القيس كان يعني أبوه ملكا نعم على كندة ولكن في فترة عمه قتل والده وأخذ الحكم منه فقال اليوم خمر وغدا أمر تغيرت حياته تماما الآن يريد أن يعيد ملك أبيه بعد أن كان عائشا بين الخمر والنساء الآن يقول غدا اليوم خمر وغدا أمر الأحداث نفسها قد تجعل الإنسان ذاهمة أما الوسائل الوسائل يعني قد تكون داخلية قد تكون خارجية من الوسائل الداخلية هي أن الإنسان يعني يعرف قدر نفسه يعني هل أنا هذا حدي أو أستطيعه وداما الإنسان يتفائل ويأمل خير ويقول إنه يستطيع وهو يستطيع نعم بتوفيق الله تبارك وتعوى وتزديده فشيء داخلي أمور داخلية من داخله خاصة إذا عرف شرفه المكان التي يصبو إليها يصبو إليها جميل يستاهل يستحق أيوالله يعني عمر بن الجموح رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض بيده تمرات أكلت تمرات الأولى أكلت تمرات الثانية عمير الحمام لعله عمر الحمام نعم زين عمير فأكلت تمرات الأولى أكلت تمرات ثانية ثم قال هل أنا أعيش حتى أكل هذه التمرات الله بخن بخن فقال الرسول ما يحملك على قولك بخن قال لا إلا أرجو أن أكون من أهل قال فأنت من أهلها الله أكبر فرمت تمراته ودخل يقاتل يعني إذا صار الهدف المطلوب عظيما تقزمت أمامها العوائق أحسنت وصارت الهمة عالية نعم جدا عند الإنسان أما الوسائل الخارجية فمتوقع تفضلت الله يحفظكم وخالد وهي قضية الوالدان الوالدان يدفعان بالإنسان مثل ما قلنا عن هند مع معاوية دكتور لو الآن معاوية وهو في هذا السن رضي الله عنه وعاليته سمع هذه الكلمة من أمه وهي تقول هذه الكلمة بثت فيه روح وحياة طبعا أكيد قطعا ولذلك يعني الوالدان لهم دور عظيم جدا في توجيه الأبناء والبنات إلى هذه الهمة العالية الأمر الثاني دولة ترعى هؤلاء أصحاب الهمم أو توجد الهممة كما قلنا في بداية الكلام أن نوجدها فيهم نذكرهم لماذا خلقتم وما خلقتم الجنة والإنسة إلا ليعبد في تذكر الإنسان الهدف الذي من أجله خلقه الله تبركه و أوجده على هذه البسيطة القضية الأخرى أصدقاء رفقاء السوء رفقاء الصالحون الرفيق الصالح كما قال نفسه صلى الله عليه وسلم مثل الجلس الصالح مثل الجلس السوء كحامل من مسكو نافقي الكير إذا كان الجلس صالحا و رأى عند صاحبه الهمة دفعه وسانده و حثه على استثمار ذلك الرجل الذي قتل 99 وكمل المئة نعم فكان غير المكان الذي أنت فيه نعم يعني أن المكان الذي هو فيه مدعى للقتل وزيادة القتل أحسن و فيه أمر نعم كما تفضلتم الله يحفظكم أنه لما أدركه الموت زحف نذكر أنه زحف حتى كان يقول أنا قاصد فعلا وهمتي عالية في أن أصل إلى المكان الثاني حيث تتغير حياتي كلها سبحان الله فهذه هم عالية سبحان الله دكتور أيضا الأب والأم يعني لهم تأثير إيجابي قوي و نخشى أن يكون تأثير سلبي كذلك على الأبناء طبعا طبعا إذا كان في شأن الدين أبواه نعم يهودانه أو يمجسانه أو نصرانه فهذا بالك في موضوع هو أقل نعم وهم قضية الهمة لا شك أن الأبوين دورا عظيما في موضوع الهمة العالية و لذا ينبغي أن يكون الأبوان يعني ينظران في حياة أولادهم أولادهما في قضية الاهتمام ثم بعد ذلك يسعيان في يعني ثقوية هذا الأمر في أولادهم ثم أولادهما ثم يشوفون يعني هذا ماذا يريد هذا ماذا يريد أين توجه وعين كذا ثم يستيرانه لهذا الأمر نعم دكتور تلاحظ اليوم بعض الشباب ليست لديه قضية ليست لديه أهداف كما تفضلتم في البداية يأكل ويشرب وحياته ما بين سيارة وموبايل وأغنية ومطعم وهذا مكرر الأسف الشديد والتكرار على أمور تافية يجعل من هذا الإنسان تافية رسالة تحديدا شيخ دكتور للشباب الذين هم أمل هذه الأمة ومصدر قوة هذه الأمة وإلهام هذه الأمة ماذا تقول لهم شيخ؟ ابتدان أقول لوالديهم وهو وينشو ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه يعني كان الأبوين دورا عظيما دورا عظيم في هذا الأمر وأظن أنهما إذا كان الولد به ما ذكرت فكان هناك تقصير من الأبوين هذا الجانب الأول الجانب الثاني بالنسبة للشباب دائما نقول لهم ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر بين الحفر أبدا فنقول له ما لهذا خلقت قد هيئوك لأمر لو فطنت له أنت الأصل أيها الإنسان يعني يعتمد عليك كمسلم يعني خاصة في زماننا هذا حيث يعني كثرت يعني نحن نقول وين طقاقك يعني ما تدري من أين تأتيك السهام من كل مكان حرب على الإسلام أمر غير طبيعي من كل مكان ولذلك هنا يجب على المسلمين أن يأخذوا حذرهم وأن ينتبهوا لما يكاد بهم وفي الوقت ذاته أن يستعدوا لهذا هذا الشاب إذا بيّنت له هذا الأمر وقلت له أنت ما خلقت لهذا جميل أنت خلقت لمعالي الأمور لا لسفاس فيها أنت الآن في سفاس فيها ارتقي بنفسك ثم يعطى من النماذج طيبة المبارك خاصة بالنسبة للشباب الحسن الحسين وسامة بن زيد عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس الله وأمثالهم نعم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني في البداية بدأوا بداية يسير ثم بعد ذلك صاروا أعلاما الله ما الذي يمنعك أن تكون علما الله ما الذي يمنع كل أعلام هذه الأمة ما كانوا يظنون في يوم من أهم سيكونوا كذلك وذلك عبد الله بن عباس أول ما طالب العلم قاله صاحبه أتظن أن الأمة ستحتاجك يوما سبحان الله رسالة سلبي يقول له أتظن أن الناس سيحتاجونك يوما ويوجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصار بعد ذلك حبر الأمة الله أكبر وكل الناس يرجعون إليه الله أكبر أريد تعليق فضل الشيخ ولكن أستأذنك في فاصل قصير أعزي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم لنكمل هذا الحديث مع فضيل الشيخ دكتور عثمان الخميس حياكم الله أعزي المشاهدين وباسمكم كذلك ورحب بضيفي فضيلة الشيخ دكتور عثمان الخميس دكتور معذرة أريد إعادة هذه القصة القصيرة يعني في الفاصل علقنا على أنها رسالة جدا سلبية وقاتلة كيف لم يتأثر بها سيدنا عبد الله بن عباس لأن ابن عباس تفكير هو غير تفكير هذا ابن عباس رضي الله عنهما ما كان أولا يفعل هذا ليحتاجه الناس نحن الآن عندما نطلب العلم كما قال الإمام أحمد وغيره لنرفع الجهل على أنفسنا ثم لنعمل بهذا العلم هذه نطلة مهمة شيخ طبعا إنسان عندما يطلب العلم أهم شيء نرفع الجهل على أنفسي لا أرضى أن أكون جاهلا لا أريد أن أكون عالم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات شهد الله أنه لا إله إلا هو الملك سؤلوا العلم يعني عندما تسمع هذه النصص لماذا أكون منهم فإنسان أول شيء يرفع الجهل عن نفسه وإذاك يقول علي بنبي طالب رضي الله عنه كفى بالعلم فخرا أن يدعيه من لا يحسنه سبحان الله وكفى بالجهل دما أن يتبرأ منه بأن كان منه سبحان الله صحيح نعم هنا ولذلك الإنسان أول شيء يرفع الجهل عن نفسه الأمر الثاني أن يعمل بهذا العلم وهنا تأتي قضية قل هذه سبيلي أدعي الله على بصيرتنا وإنت عنه إنسان يعبد الله على بصيرة وإنما يعني يعرف ما يريد الله منه سبحانه وتعالى يعني لما وجد في هذه الأرض ويعرف ما حاب الله وما ساخطه وما يريده منه وما لا يريده منه وما يعني يقربه إلى الله وما يبعده عن الله تبارك وتعالى هذا ما يمكن إلا بالعلم ثم بعد ذلك ثلاثة الغضية الثالثة وهي الدعوة إلى هذا العلم جميل لن يهدي الله بك رجل واحدا خيرا لك خيرا لك من حمر النعم الله فالإنسان إذا عرف يعني الأجر المترتبة على طلب العلم وابن عباس رضي الله كذلك ابن عباس ما طلب العلم ليشار إليه بالبنان هؤلاء كانوا مخلصين لله تبارك وتعالى ابن عباس لما توفي كما ذكر أظن سعيد بن جبير لما توفي وضع في القبر رأوا كان شيئا دخل في قبره لا يدرون ما هو فاتشوا فلا يدرون شيئا ثم سمعوا مناديا ينادي يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عباده وادخلي جنة الله هذا ما قصد الناس ولا قصد الرياء ولا قصد السمعة ولا قصد الشهرة وإنما قصد أن يرفع الجهل عن نفسه أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا العلم وصية النبي أو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الله مفقهه في الدين وعلمه التأويل وكان الأمر كذلك فقه الله في الدين وعلمه التأويل رضي الله عنه وأرضاه ثم بعد ذلك كان من العالمين العاملين رضي الله عنه أما قضية الدعوة إليه فابن عباس أميرها الله ورافع لوائها هو الذي كان يدعو الناس ويناصحهم ويذكرهم بالله تبارك وتعالى ويبين لهم دين الله تبارك وتعالى ويدعو إليه ما قصد أن يشتهر بين الناس بل إن الإمام أحمد قال ابتلينا بالشهرة لا يرى أن هذا من الابتلاء الناس الآن تشتري الشهرة أيها الله يدفع المال نعم ليكون مشهورا يشتري الحسابات الوهمية هذه نعم حتى يكون معروفا يأتيني بعضهم يقول أنا عندي ست ملايين متابع عشرة ملايين متابع خمسين مليون مئة ألف متابع وفرح بهذا ما كانوا كذلك سبحان الله ما كانوا كذلك ابتلينا بالشهرة ابتلينا بالشهرة لا لا الإمام أحمد يقولها ابتليت بالشهرة سبحان الله معا لا يريدها وكان يحب أن يكون ذكره خامر والإمام الشافع يقول ليت كل هذه العلوم لن تنسب لن تنسب ينتفع بها الناس ولا ينسب إليه منها شيء ليس لأنه يريد أن الله يعرف يكفي يا الله يكفي أن الله يعلم يكفي نها أنفس نقية طاهرة أشهد ولذلك بفقهم الله ارتفعت عن كل جاذبية الأرضية هذه التي جاذبت للناس اليوم نسى الله العافية دكتور أثمان الخميس أحيانا يعني عندما نأتي بهذه الأمثلة ونطرحها لشباب اليوم يقول لك يا أخي هذا صحابي يا أخي هذا شاف الرسول صلى الله عليه وسلم هذه تربية من درسة محمد إحنا اليوم واقعنا اليوم شوف المغريات شوف الكذا شوف الملهيات ما كانت موجودة في زمانهم ولو وجدوا لعلهم يفتنوا كما فتنا نحن أولا من يقول أنه لم تكن هناك مغريات نعم الله يوم خلق الجنة وخلق النار حفت الجنة والمكار وحفت النار بالشهوات صحيح هذا منذ بناية الخلق نعم لما خلق الله الجنة والنار ثم قال في كتابي زيني للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحظ فقضية لكن هي تتغير صورها فقط تغير صورها ومن يقول لك أنه لو كانوا موجودين الآن لفوتنوا بهذا من أين لك هذا بل لعلهم انتفعوا بها واستفادوا منها استفادة صحيحة ووظفوها توظيفا صحيحا سليما ينفع هذه الأمة نعم كانت مغريات في زمانهم استغنوا عنها سالم بن عبد الله بن عمر نعم بن الخطاب سالم بن عبد الله بن عمر كان يطوف في البيت الحرام فجاء هشام بن عبد الملك وأنا لا أذكر الآن هل هشام كان الخليفة أو كان ولي العهد يعني أحدهما إما كان خليفة المسلمين وإما كان ولي عهد خليفة المسلمين يعني منصر الأول أو الثاني نعم فراء عبد الله بن عمر في الطواف نعم فجاءه فقال له يا سالم قال سلني ما شئت يريد أن يكرمه نعم صور على خليفة المسلمين يريد أن يكر أحد الأفراد ابن عمر سالم بن عبد الله بن عمر نعم أحد الفقهات السبعة الله قال له سلني ما شئت قال أستحي أن أسأل غير الله في بيت الله الله أنا في بيت الله وأسأل غيره تربي يا شيخ فسكت ما تكلم تجد لي ماذا فعل انتظره بالخارج رجالي بيقدم شيئا خليفة نعم الله يسخر له الخالق الله أكبر لما خرج من المسجد وإلى الخليفة ينتظره عند الباب قال يا سالم قد خرجت سلني ما شئت قال من أمر الدنيا أو الآخرة الله يعني ماذا عندك الدنيا أو الآخرة قال من أمر الدنيا أو الآخرة قال الدنيا آخر ليست لي الله قال من أمر الدنيا قال ما سألت الدنيا من يملكها الله أفأسألها من لا يملكها أليست هذه فتنة الله أي والله الخليفة يأتيه يقول سلني ما شئت ويكون هذا رده ويكون هذا رده فقد دعوة أن يعني ما فتنوا وما عندهم ما عندنا كلام ليس واقعيا وهناك من فتن نعم في ذلك الزمن هناك من فتن قارون فتنه ما له من يقول أنه الإنسان لا يفتن ومن يقول أنه الفتنة في السوشيال ميديا الفتن أمورها كثيرة ونبلوكم بالشر والخير فتنة 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 ليست متوقفة على السوشيال ميديا نعم فلذلك أتصور أن هذه مبررات يبررها الإنسان لنفسه ليقول لنفسه إنه معذور عندما يقع في هذه المعاطفة أنا لا أنكر أنها يعني متهيرة أنها تجر الناس وأنها يعني ميسرة لكل أحد كل أحد هاتفه بجيبه ويستطيع أن يصل إلى أي شيء لكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يستطيع بتوفيق الله تبارك وتعالى أن يستقيم على أمر الله جل و نعم نعم فتح الله عليكم الله يحفظ شيخي لعل توطين النفس على الراحة سهل أكيد لأنها تريد الراحة وتريد التسويف في عمل الخير وتريد لكن كيف وطن نفسي على العزائم هو كما قالوا النفس كالطفل انت تركه شب على حب الرضا وانت تفطمه ينفط والله جل وعلا يقول ونفسه وما سوها فألهمها فجورها وتقوها قد أفلح من زكاها قد خاب من تفسها على تفسيرين لهذه الآية قد أفلح من زكاها الله أو قد أفلح من زكا نفسه هو لكن بغض النظر الإنسان مأمور بتربية هذه النفس وأن يعني يؤدبها يؤدب هذه النفس وقد كان لسلفنا الصالح من الصحابة والتابعين يعني تأديبا لنفسهم وكان يحثونها على الخير ويأمرونها ويجبرونها على هذا العمل أما في زمان هذا الإنسان إذا ترك هذه الأصل فيها أنها أمارة بالسوء كما قال الله تبارك وتعالى إن النفس الأمارة بالسوء فالنفس الأصل فيها أنها أمارة بالسوء لكن الإنسان يرتقي بها حتى تكون لوامة واللوامة هذه أيضا مشكلتها أنها يعني أن تدخل في الطرفين لوامة على الخير أو لوامة على الشر فيرتقي بها حتى تكون نفسا مطمئنة الله فإحتاج جهاد الإنسان تعالى وتوفيق من الله تعالى إحتاج أن يجاهد هذه النفس وصدقني إذا جاهد نفسه وكان صادقا التوفيق من الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم إذا الإنسان قصد الله بصدق وسأله سبحانه وتعالى ما هذا نقصد بصدق فضيلة الشيخ بصدق يعني فعلا يريد هذا الأمر نعم يعني لا يتكلم بلسانه هو لا يشتع يعني ما يقول اهدني وهو في نفسه إنه لا يريد أن يبقى في المعاصي ما سأل الله بصدق سبحانه لكن فعلا إذا قصد الهداية وقصد الله تبارك وتعالى لن يضيعه الله تبارك وتعالى ذلك يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه قيام الليل اللهم رب الجبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السمرة والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه اختلف اهدني إلى ما اختلف فيهم الحق بإذنك أنك تهدي من تشوئ إلى صراط المستقيم لا يمكن أبدا أن يدعو الإنسان ربه تبارك وتعالى بهذا ثم لا يجيبه الله لا إله إلا الله لا يمكن أبدا هذا وعد من الله تبارك وتعالى يعني كأنه انقطع إلى الله عز وجل تماما وحدد أنه يريد ما عند الله ويريد نعم وسينال الله أكبر وسينال صدقني أبا خالد يعني الإنسان إذا صدق مع الله صدق الله معه الله أكبر وجارهم صدقوا مع أهد الله علي صدقهم الله والنبي قال عن رجل صدق الله صدق فصدقه الله الله أكبر إينا الله دكتور رحنا اليوم لو رحنا إلى كريم من كرماء الناس سم و يعني وعدك بشيء تجزم على الله وسينفذ هذا الشيء صحيح فما بالك ما بالك بوعد الله بوعد الله عز وجل الإنسان قد يموت نعم قد يعيدك ويموت قبل أن يوفي لك وعد نعم قد ينساك نعم قل لا أذكر متى وعدتك نعم صحيح قد تأتيه ظروف نعم وتغير حاله قد تأتيه ظروف نعم ولا يستطع أن يوفي لك بعهده نعم فالقصد أن الإنسان وقد يخلف نعم لكن الله تبارك وتعالى ليس في شيء من ذلك عندنا الله أكبر فالله لا يخلف المعاد أخبر عننا شيء لا يضل ولا ينسى الله أكبر لا يموت ربي سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت لا يموت هو الذي خلق الظروف والزمان والمكان الله أكبر لا تأتي الظروف ما الذي يمنعه أن يوفي بوعده الله أكبر ومن أوفى بعهده من الله من الله وهو الكريم سبحانه ويحب أن يعطيك أصلا هو خلقك ليعطيك الله أكبر الله أكبر دكتور هناك من أليف الراحة ليتني كنت أريد أن أقول أليف الطاعة لكنه أليف الراحة لا رضيك وعاش فيها فترة والآن هو يستمع إلى هذه يعني عندما نتكلم عن قيام الليل الكلام عن قيام الليل فيه لذة فمبالغ بمن يقوم الكلام عن الدعاء فيه لذة فمبالغ بمن يدعو فمن أليف الراحة ماذا تقول له شيخ يصير خالفك خالفني أنا لا أقول أنه أليف الراحة لكنه أليف الكسل أليف الكسل نعم وإن النبي صلى الله كانت راحته في صلاته الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا أليف الكسل نعم وليس أليف الطاعة يعني صار كسولا لا يقوى على طاعة الله تبارك وتعالى الصلاة تكون ثقيلة عليه قراءات القرن تكون ثقيلة عليه حضور درس لمدة ساعة أو أقل أو أكثر يكون ثقيلا عليه فالإنسان هذه النسلات بتعودها تربيها يربيها الإنسان لا بني ربيها يحتاج إلى جليل صالح يحتاج إلى هم عالية يحتاج إلى هدف قريب وهدف متوسط وهدف بعيد يحاول أن يحقق هذه الأهداف بقدر المستطاع يحتاج إلى قناعه أنه ما خلق لينام يقول يا أيها المدثر قم قم قام ولم يحق فأنذر يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلة أبدا فالقضية أن الإنسان ألف الكسل ألف النوم ألف الدعا طيب هذه ليست همة المسلم النتيجة وخيمة نعم همة المسلم كما ذكرتم في البداية تكون عالية بإذن الله إي نعم زاك الله خير وأيضا نستأذنك في فاصل قصير وأعود أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا حياكم الله أعزائي المشاهدين ومع ضيفي فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس الدكتور رح نتكلم قبل قليل عن من ألف الكسل وليس الراحة نعم استجبت الإذنك أن يشعل راحتنا في العبادة والطاع معناها أنك سمح الله يبارك فيك الله يبارك فيك ويرفع قدرك دكتور يعني هذه النفس التي الآن تقول أنا لا أستطيع والقيام لجيل معين وليفئة معينة من العلماء الذين تشربوا العلم وتشربوا الأحاديث وأما أنا فأنا لا أستطيع وبينما ما هي إلا أيام وندخل في رمضان المبارك نسى الله نبلغنا وإياك وإذا بهذا الرجل يصوم ثلاثين يوم نعم دون انقطاع ويقوم كل ليلة أن يستطيع وينشغل بالقرآن الكريم فأين هذا الكلام أولا هو الإنسان إذا كان الهدف كما قلنا في البداية نعم شوف راوس بن كيسان ديماني من أواصط التابعين نعم رحمه الله تعالى رحمه الله كان يصلي الليل فإذا تعب ضرب ضرب فأخذه بيده تحملي يقول أيضن أصحاب محمد أن يسبقون إليه لا إله والله لنزاح منهم عليه الله أكبر فيه هدف يريد رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لنزاح منهم هو الهدف إذا كان مثل الآن ترى هداف الدنيا فيه ناس عندهم أهداف يقول أنا والله أسرة وبيت ووظيفة ومعاش وهي يقول لا أنا أريد أن أكون تاجرا وهي يقول أريد أن أكون أقوى تاجر أحسن تاجر أكبر تاجر واحد يقول أريد أن أكون مشهورا وهي يقول لا أريد أن أكون الأشهر كل إنسان يعني تكون له أهداف لكن السعيد هو الذي تكون أهدافه توافق مراد الله تبارك وتعالى منه فلذلك هنا أن هذا الإنسان الذي يقول لا أستطيع هو يستطيع هو يستطيع نعم لكن نفسه لا تطيعه في رمضان مثل ما تفضلت نعم هي فرصة لأن كل الناس يصومون وكل الناس يقومون وكل الناس يقرؤون نعم وكل الناس يتصدقون نعم فلذلك يجد الأمر سهلا عليه في بعض الناس في السفر يصوم في رمضان نقول لماذا تصوم في السفر قال لي أني ما رح أقضي إذا أفطر سبحانه لأن الناس كلهم صايمين أصوم مع الناس حتى لو كم مسايمين إيه ما أقدر أصوم من الوحدي رصة موجودة لكن ما يتركها من بابنا نعم عزيمة يعني إيه لا لا وإنما يقول لأنه بروحي ما أقدر أصوم فأحيانا الإنسان يتشجع مع غيره يساعده وغيره على هذا كل المطلوب أن هؤلاء نقول عرفت فألزم خلاص تعودت على قيام الليل استمر تعودت على ختمة القرآن استمر تعودت على الصدقة استمر تعودت على الصيام استمر وهكذا فمثل هؤلاء يقال لهم استطعت مثل يقول ما أقدر نقول أترك الزقار قال ما أستطيع أترك ساعتين ما أدخن برمضان نعم يستطيع مبرمج كامل الآن في السفر نعم رحلة 13 ساعة أو شيء شديد ممنوع التدخي ممنوع خلاص يلتزم يلتزم سبحانه إذن يستطيع يستطيع لكن نفسه لا تطيعه تنازعه لكن تحتاج إلى تأديب إذا أدبها تستقيم تستقيم وكثيرون الذين استقامت معهم نفسهم نعم سبحان الله دكتور يعني العزيمة أمر من اسمها يعني صعبة ما هي أمر يعني يعني ليس سهلة هل الدعاء فيها يكفي ما يكفي لكنه من أعظم الأمور التي تعين الله أكبر يعني الدعاء يعني إنسان يدعو الله تبارك وتعالى صادقا من قلبه نعم لا شك أنه يعني رافض عظيم جدا لوجود هذه العزيمة لكن أيضا لا بد أن يعطي من نفسه لا بد أن يعطي من نفسه من إنسان يدعو ولا يبذل السبب لا يكفي كان اليمنيون في زمن الصحابة رضي نعم كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون نعم فإذا دخلوا مكة سألوا الناس فالدعاء لكن ما بدل الأسباب ما بدل وذاك أهل العلم يفرقون بين التوكل والتواكل جميل يقولون التوكل هو اعتماد القلب على الله والتواكل اعتماد القلب على الله طيب إذا ما الفرق بين التوكلته هذا ما بدل الأسباب هذا بدون بدل الأسباب سبحانه إذا التوكل والتواكل سواء لكن قضية بدل الأسباب هذا معتمد على الله اعتماداً كبير هذا بدل الأسباب هذا لم يبدل الأسباب وهكذا كان أهل اليمن لا يبدلون الأسباب فإذا وصلوا جاعوا فسألوا الناس فأنزل الله تبارك وتزودوا فإن خير تزاد التقفى فأمرهم أن يتزودوا فلا يكتفي الإنسان بمجرد الدعاء وهو لا يصنع شيئاً وإنما عقلها وتوكل شيخي لو تحدثنا الآن يعني هذه العزيمة نحن نريد القصد منها وليس عزيمة للحصول على مناصب عليا في الدنيا وإنما مناصب عليا في الجنة إن شاء الله وهذه الطاعات لها لذة ومن ذاق عرف ومن عرف غرف كيف نصل إلى هذه اللذة أن يتلذى الإنسان الآن في رمضان قادم يقي هذا الشيخ طول وهذا يقي فتان تريد أن تكون فتاناً يا معاذ ويأتي بأحاديث وكذا وكيف نتلذذ بينما هناك من كبار السن يذهب إلى المساجد التي يعرف أنه في هذه الليلة يقرأ الجزء كامل أو أكثر وهو كبير سن وهذا الشاب الذي قد يحمل أثقال وفي جسده عافية لا يطيق الوقوف ربع ساعة أو ثلساعة ولذلك الإيمان يتفاوت في قلوب الناس هذا دليع أن الإيمان يزيد وينقص هذا أن الناس يتفاوتون في إيمانهم نعم ليس إيمان زيت كإيمان عمر ولا إيمان مريم كإيمان زينب هذا أمر طبيعي جداً أن الناس يتفاوتون في إيمانهم وفي أقبالهم على الله تبارك وتعالى بعد ذلك يكون مترتباً على هذا الإيمان فيحتاج الإنسان أن يغرس فيه الإيمان أكثر حتى يكون تصرفه أحسن من هذا التصرف قضية أن الإنسان يعني كيف يجد اللذة نعم في العبادة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان جميل أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سوى هم وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقضى في النار هذا الإيمان له حلاوة هذه الحالة توجد في القلب متى يجدها الإنسان إذا حقق هذه الأمور وغيرها من ما يقرب إلى الله تماماً شيخي هذه الثلاث نقاط الآن نعم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوى هم يعني الكل يدعي يحب الله عز وجل و الكل يدعي يحب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقاً لأطاعته إن المحب لمن يحبه مطيعه و يقول الله تبارك وتعال قل إن كنتم تحبون الله و اتبعون و اتبعون يحببكم الله فالدعاوة سهلة كل يستطيع أن يدعي و إذا قاله كل يدعي وصلاً بليلة و ليلة لا تقر لهم بذاك يعني قضية الدعوة سهلة و لو يعطى الناس بدعواهم الدعوة و ناس أمواله و ناس و أموالهم و دماءهم فالقصد أن الدعوة سهلة لكن الواقعة شيء آخر فإنسان قد يقول أنا أحب الله نعم لكنه لو أوذي في الله أكفر و أحسن يقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم و يقدم النوم على حي على الصلاة نعم مثلاً و هذه المحبة دعاوة قد تكون صادقة و قد تكون غير صادقة و يختلف من إنسان إلى آخر نعم أحد الشباب يعني يكتب دائماً هذه الكلمة أسأل الله صلاةً في المسجد الأقصى و هو لا يصلي في المسجد الذي بالقرب من بيته و يقول زقني صلاةً في المسجد الأقصى المبارك و الأغرب من ذلك سمعت عن شخص يقول الله و أني أسألك أنا أنا أموت و أنا سأجده و ما يصلي لا لا ما يصلح لا والله ما يصلح شيخي عندما ينتقل الإنسان من المعصية إلى الطاعة ذاق المعصية بلذتها الآنية الفانية السريعة ثم بحسرتها الطويلة ثم في مرحلة أيضاً و في وقت آخر و في موسم آخر ذاق حلاوة الإيمان و طعمها الجميل و إن تذكرها يفرح و يسعد بها و إن تذكر تلك يتأذى بها و مع ذلك تمضي الأيام و يستجيب المعصية مرة أخرى هكذا الإنسان يعني النبي صلى الله عليه وسلم و أخبر رب العز تبارك و تعالى يقول أذنب عبد ذنباً نعم و أعرف أن له رباً يغفروا الذنب و يقبلوا التوب فقال اللهم اغفر لي فقال الله إني قد غفرت له الله قال فمكث ما شاء الله له أن يمكن ثم أذنب الثانية فقال ربي إني أذنبت ذنباً اللهم اغفر لي فقال الله أذنب عبدي ذنباً و أعرف أن له رباً يغفروا الذنب و يقبلوا التوب فإني قد غفرت له ثم مكث ما شاء الله هكذا الإنسان وذاك الله تبارك وتعالى العليم بنا ماذا قال قال إنكم تخطؤون بالليل والنهار يعني ليست القضية متوقفة على خطأ في السنة ولا خطأ في الشهر في الليل والنهار يقول إنكم تخطؤون بالليل والنهار لكنه سبحانه وتعالى لعظمته وكرمه ومنه وفضله سبحانه وتعالى قال وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم فإذاك الإنسان أهم شيء لا يأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون فالإنسان وإن أذنب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تبارك فإن تاب قبل الله توبته الشرط أن تكون صادقة يأتي الشيطان إلى هذا الشاب ويقول ألا تستحي من كثرة ما تتوب هذه قالها الحسن البصري جاءه رجل أنا لا أدري يعني أنا قرأتها للحسن فلا أدري هو الحسن البصري أو الحسن من علي الحكمة منها رضي الله عنهما بغض النظر أرشن لكن للحسن جاءه رجل قال إني استحييت من الله من كثرة ما أتوب إليه ثم أعود قال والله لو لم ينل الشيطان منك إلا هذه لكثته سبحان الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافر الشيطان يريد أن يوصل للإنسان إلى هذه المرحلة وهي أنك تتوب وتعود تتوب وتعود إذا لا تتوب يريد أن يصنعه إلى هذه المرحلة أن يأسه من رحمة الله والله جل وعلا يقول فإني قد غفرت له مدامة على ذلك فالإنسان من يصدق الوسواس الخناص أو يصدق رب الناس الله أكبر الله أكبر شيخي الآن نحن مقبلون كذلك على شهر رمضان نعم لدي بعض المعاصي كذلك لكنني سأتوب في رمضان وسأعود للعجل في رمضان والأجواء الجميلة في رمضان جميل فيؤخر التوبة إلى رمضان ولذا يقول أهل العلم آفات التوبة آفتان التسويف وصغر المعصية أو تصغير المعصية التسويف له آفتان أيضا يقول سوف أتو هناك آفتان لسوف أتو الآفة الأولى الموت يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالم أنه البحر طامي ويأتي الموت طفلا في مهود فيلقى خاتفه قبلا في طامي قد يأتي الموت قبل أن يتوب الإنسان وهذه مصيبة من يدري هذا الإنسان الذي يقول سأتوب في رمضان أنه سيدرك رمضان رمضان سيأتي لكن هل نحن موجودون هل نحن ندركه فآفة التسويف الموت أن الإنسان قد يموت قبل أن يصل إلى مرحلة التوبة الذي ادعى أنه سيتوب الآفة الثانية للتسويف وهي قضية الف المعصية الف المعصية أنا أعرف شخصا رحمه الله تعالى كنت أقول كان يدخن فقلت له يعني إلى متى تدخن لماذا لا تترك التدخن وهو التزم ثوب قصير واللحية سبحانه والسجارة سبحانه فقلت له لا يليقو بك تهزم أمام هذه هنا قلت لا يليقو بك قال لي شوف لا تقول لي حرام أنا أقول لك حرام ما أنا محتاج فتوة أنا محتاج دعوة يقول أنا أضعف من أن أتركها يقول أترك التدخين في اليوم أربع مرات وأرجع أحيان الإنسان لكن ترك الحمد لله قبل أن يموت ترك الحمد لله دام نية هاك نعم أحيان الإنسان يضعف أمام المعصية يعني الآن هو قوي لكن لا يريد أن يترك لكن غدا سيقول سأتركها غدا ما يدريك أنك غدا تستطيع أن تتركها إذا ألف القلب المعصية صعب عليه أن يفارقها فهذه آفة للتسويف الآفة الثانية تصغير المعاصي أنا يقول صغيرة 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 والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحقرات الذنوب الله أكبر نعم نعوذ بالله من التسويف والتصغير صحيح دكتور عثمان خميز سعيد جدا بهذا اللقاء أنا أفعد أن يجعل ما تقوم به من عمل في مزان حسنة وأنا أشكرك على هذا الأداء ومشاء الله التحضير والكريزمة الطيبة شهادة على تسويف دكتور وأشكرتهم زيار القطر على هذه الدعوة الله يبارك فيك عزيز المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام لم نكن نريد أن نصل إليه ولكن هكذا الزمن قاطع نستودعكم الله على أمل نلقاكم في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة